أكد وزير الشؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا ديوم الاثنين برباط أن المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي ثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال وقال سيد بوريتا في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفي فاريلي إن زيارة المسؤولة الأوروبي تأتي في وقت تمر فيه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من مرحلة مفصلية هي مرحلة لإثبات التزام الاتحاد بهذه الشراكة من خلال الأفعال وليس الأقوال ولتأكيد أن كل ما يقال في بروكسل وباقي العواصم الأوروبية حول أهمية هذه الشراكة يجب أن يتجسد على أرض الواقع واعتبر أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي تثبيت الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي مبرزة أن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي كيف سيتعامل مع هذه الاستفزازات من خلال التدابير والسياسات التي سيتخذها للتعامل مع هذا الواقع